ازايكم شبابة محاملين ايه? انا اسمي عمر طهن. انا سنور سنين وعشرين. وانا حاليا بدرس في كورية الطب بجامعة طنطة. الدفعة اللي قبلكم يعني. انا الحمد لله يا ربنا قرمني بما كويس يعني. تسعة وتمانين وكسور. وان شاء الله هنتكلم. احاولنا اتكثروا معيكم في بداة البيولوجي. هبطل معيكم من من هاج الترمي التاني. يعني انتوا اعتقنتوا. ده اول اللي هو يبقى لكم كم يوم في السكن. يعني اتمنى يا رب ربنا يجريمكم. ويبقى ترمي ده يعني ترمي العمل الجاد والاكاديمي الكمباك وكل ما هو جميل يعني. ان شاء الله هحاول ان انا ايه? هحاول يا ربنا قدرني ان اخلص لكم الشابترز اللي فضله. ولو عرفنا نحن نبوص عليهم في الدوري. او يعني ربنا يسهر يعني. اه. انا بدئيا هنبتدي بالشابتر دايجستف هو اول شابتر تقريبا معاكم. انا هحاول في فيديوهادي ان الملك قدر مستطع. انا يعني مش بيقولك ان ان انت ممكن تعتمد عليها. يعني اạtمات كلها غيلا وانت مزنوق يعني فيه ممكن معلومات برضو مقدرش ان انا اتجو ثرو Yani تماما. فيه معلومات ممكن اعدي ها. فيه معلومات ممكن اه ما رهاش. انت مطلوب منك انت برضو تقرأ يكن تشوف الفيديو ده. لو انت عيز التلم لو انت عايز يعاني مزنوق وعايز تخلص الشابتر بسرعة لو انت عايز دراجة اه او لو انت عايز تاخد فكرة عامة لأ بس مطلوب منك برض انت تقرأ مطلوب منك ان انت اه تجوه في الدنيا اه ولو يجد يعني ربنا كرمنا ويعرفنا ان احنا ناخد كل المعلومات يعني ان شاء الله ايه اه هيبقى فضل من ربنا ايه هنبدأ اول معكم شابتر اه هو شابتر سهل شابتر كويس اه اه هو اه ان شاء الله شابتر يعني مش كله علينا ولكن انا هحاولنشح للشابتر كامل لانه هو حقيقي مش مضمون للشابتر كله مهم وكله مطمد على بعضه ويعني اه مهم جدا ليجيت بصراحة ويعني اكشوري في السكشن مش عليك ده في حاجات معلومات فيه مهمة يعني اه تأهلك الاكتفع من الحاجات اللي في السكشن البعضة يعني في السكشن اللي عليك في في الشابتر اه كده كفى بقى انترو دوكسن اوي كده هيبتدي الاول في الانيمان يوتريشن سكشن اه يعني انا اه بشكل عام انا عمل بشكل عام انا عامل الهايلايت دي هتبقى اه انا شايف حاجات نقط مهمة في الشابتر نقط مهمة في الكلام اه دي 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 حقيقيا يعني معمولة بحب دي دي اصلا كان طريف مذاكري دي اه انا قد به هايلايت كده واجو ثرو الشابتر اعرف المعنوات اللي في الصفحة اسمها النفسي ولا صفحة اللي بعدها اه في يعني يعني ده حقيقيا هتبقى فيها حاجات ديتيل دي جدا مش شرط ان كل احنا نتناولها في الفيديو ولكن لو حاجة ما تناولنهاش في الفيديو يعني انت لو خدت نفس الترخيص بتاعي ده او خدت سكرينشوتس او عملت نفس التخيص ده في كامبل وذكرت ودخلت بيه الامتحين هيبقى فان شاء الله نبتدي كده بدون مقدمات في السكشن الاول ده مش من السكشن الموجودة في الهل اوز ولكن يعني هو مهم هو حقيقي مهم فهنبتدي فيه شوية معلومات كده هو في هو اللي بيتكلم على الايترز والنوعيات كل واحد منهم انا شايف ان انت الحاجة الوحيدة اللي تهمك في الصفحة دي هو فكرة ايه 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 التلاث مستلحات اللي بالبولد هنا ايه هو الهربي اوفرز الكرني اوفرز والأمني اوفرز دي هي الحاجات اللي بتاكل بلانتا والجيباس اه مثلا سواء مثلا زي الديير زي الاخر الكرني اوفر هو اللي بتاكل ايه ايه زي مثلا الدبابة والبيرز والأمني اوفرز هي مش شكل عام هي مش حاجة يعني بتاكل دونت ات انفاكت ايت افريثين ولكن هي بتاكل اه من كل حاجة بتاكل اولكي وبتاكل ممكن برضو حيوانات يعني 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 مش شرط ان هو بيأكل اي حاجة موجودة ولكن هو بيأكل من كل نوعي اه بشكل عام برضو هنا اه في حاجة معلومة هنا يعني اعرفها ليك ان هو في حاجة اسمه احنا اوبرتونيستك فيدرز اللي هو ممكن مثلا لو انا يعني بتاقي مثلا هو بيكلم على الغزال هنا ان هو هيربي اوفر ولكن ممكن عشان مسلا مفيش دايت او يعني مفيش مسلا حيوانات مفيش اي ان كام فيروح مسلا يأكل زي انسكت مسلا يأكل الحشرات آآ يأكل بيرد ايج عشان هو مسلا ايه كسبليمنت لوهي اه طيب بشكل عام هنا برضو معلومة دي اعتقد يعني مهم انك تبقى عارفها ان بشكل عام ان الكيميكا اه احنا بنحتاج يعني اه نستطيفي كده تلاتة نيترشنال نيت لما الاول حاجة اللي هي محتاجين ايتي بي عشان نعرف نعمل العمليات الحيوية بتاعتنا نعرف نتحرك نعرف نمشي اي حاجة في جسمنا محتاج ايتي بي تنمصر الى اخير واي امكانية ويه وجه الورجانيك بيلدنك بلوغ فور ماكرو موريكيد مشيك لا اهم انت تعمل عصص الليبوب ده وإحلاه محتاج له ايه محتاج له فاتي اسب لفاتي اسب محتاج ايه بقى حاجة بت ninety اسب فيجسمك فانت محتاج الME Hmass ال debn license icis اللي انت بتبني منه إ MUSIC 608 هل تنوح مع المشتوح الاسنشل ده في الشابتر ولكن برضو خلينا نديكم انت عنه الاسنشل نيوترين ده يعني ايه ده هو الحاجة اللي انت بتاكلها ويعني جسمك ما يعرفش يصنعها مشتلح اسنشل هو حاجة انت لازم تاخدها بيضايت تخيجة تاخدها انجست ميفحش انت مجرد كده يعني ايه جسمك مش يعرف يصنعها لوحده اوكي فخلينا نعدي انحاف زي ما قلنا في موضوع الاسنشل نيوترين ده هو الحاجات اللي انت جسمك ما يعرفش يصنعها يعني هي يعني كان نوت سنسايز يعني انت لازم تاخدها انطريل انجست انا بطلقوا الاول عن صوتي لان انا عندي بارد بصراحة فاسف لو صوتي يعني ايه شوية اه مخنيف او حاجة ولكن ان شاء الله يدي بقى احسن في المرات الجاية المهمة فنكمل اه فحنت اعزي ما اقول لك الاسنشل نيوترين هي حاجات اللي جسمك ما يعرفش يصنعها انت محتاج ان انت تخدها بيضيت اه الاسنشل نيوترين دي تتكون ف 4 حاجات لعمدك الأمينو koleسي الأمينو� Sisد الاشخاص الافيث والمينرد الأمينوكس هي يعني الاسنشل امينوكس انت محتاج تاخدها الاسنشل فاتي اسدات وهي الحاجات اللي انت بصنات اللابد والاخره وايتامين Tour بشكل عاين بالانسان بيحتاج ليه 20 امينوكس فارقام دايه ام مهمة بشكل الاغربية او يعني نصهم انت العاديا ممكن او انت ممكن تصنعهم طالما انت الغزاء بتاعك فيه سالفر و ارجانيك نايتروجين ولكن الباقي من هذي الامينواسس لا انت لازم تاخدها داي يعني لازم تاخدها بايدايت مشاكل عنده الامينواسس الرقم ده مهم شوية هو ان الانسهم بيحتاج تمانية امينواسس في الديو بتاعهم ده الاسنسهم الامينواسس الاسنسهم ووسمى الانسهم بيحتاجه وكمان في الانفلنز او الردع هو بيحتاجه واحد تاسع كمان الا وهلستدين وبصراحة ليست معلومة مهمة شوية يعني يريد نركز عليها بشكل عام بردي معلومة هنا يعني ايه ركز معي في السماعة كده هو هنا بيتكلم لك بفكرة ان انت البروتين يعني انت نوم بتاكل حاجات حيوانية زي مثلا منتجات حيوانية زي مثلا اللحوم البيض الجبنة الاخره فانت هتاخد كل الامين اصلا انت محتاجة ولكن الناس الفيجنز مش كل ان انت تاخد مثلا لو كالت ديوتوري يعني بلانت معين مش شرط ان هو هتديك كل الامين اصلا انت محتاجة وبالتالي انت لازم تاخد بالك وتنوع في النباتات اللي انت بتاخدها وتعمل عشان يعني تتأكد او تتأكد ان انت بتاخد كل الامين اصلا انت محتاجة ده كده مبدأين اول حاجة من اربعة اسنشلز يعني احنا متفقين احنا مديننا اربعة اسنشل الامينو اس warrior يعني امينو اسرende ان ت pesheim 2 يعني امينو اسردare الجسم نفسها ؟ لا احنا في اسنشل امينو اسرن شخص استني حاجة مع هل اسنشل فتي اسرد هي بشكل العام انه هو الفتي اسرد دي لي يعرفي ومش بشكل عام الفتي اسرد دي هي ايه مزту حاجات متشوعة جسم finger عشان يصنع الليبت اللي هي يعني بيحتاجها الجسم في الانرجي بيحتاجها الجسم في التخزين الانرجي في نفسها والأخير فبشكل عايم هنا الجسم اللي بيحتاجش يعملها في الغالب بتبقى فيها one or more double bond هي بتبقى بتبقى unsaturated واعتقد ان تخطوها في الorganic وانتو ضفع يعني كنت محظوظين ما حصل لكوش اي look down او حاجة فهو unsaturation فكرة ان انت فيه double bond يبقى انت كده unsaturated يبقى انت عندك ال compound كله مفهوش ولا double bond على سبيل المسال اللين بتحتاجه فلك تعمل منه وإلى آخره نكمل بعد كده الفيتامينز مهمة جدا في منها في حاجات تمحتاجها انت تحتاجها في very small amount ولكن هي بتبقى انت محتاج تاخدها الفيتامينز بتنقسم لحاجتين ووتر سوليبل وفات سوليبل الووتر سوليبل هي من اسمها بتدوب في المية الفات سوليبل هي ما بتدوبش في المية بشكل عام برضو هنا من احد الفيتامينز هو في وده انت بتستعمله في انك تعمل الفاد الفاد ده كو انزاين انتو خدتو في سنة اولى في الترمي التاني مش عارة بصراحة عطاقة انتو ده ممكن كورونا ولكن في ده من الحاجات اللي بقى موجودة في الممبرين بتاع الميتوكوندري او موجودة في الميتوكوندري يعني بشكل عام في ان انت تعمل ايه في ان انت تسنسز اي تي بي وتعمل في الميتوكوندري بعد كده فانت عندك زي ما قلنا الفيتامينز فيه 13 فيتامينز حصلهم ايدنتفيكيشن وهي زي ما قلتك الفيتامينز مهمة فانت تسنسز حاجاتك كثيرة على سبيل المثال مثلا في الوترسوليب الفيتامينز هي مجموعين في كلمة كده كي اي دي ايه كده بصراحة اليوستش بسعة الوترسوليب الفيتامينز دي انا شايفها انها مهمة شوية فتركزوا عليها زي مثلا انت عندك ان البي فيت فيه فيد وفيتامينز غيرهم ولكن يعني انت ايه انت جوست نوت ان مثلا حاجة زي البي فيتامينز دي بشكل عام هنا بسانا هي بتستعمل ككو انزيمز فيتامين سي دا بيستعمل في انت بتعمل ثشو من الامو seen units انا اغليطت في معلومة هي المجموعين في كلمة كده gas هذه وثستها كما بيقول لكم es اللى هي التستعمل ككو انزيم والاغتامين سي تستعمل في صناعة وتشو بقى كده الفاتسوريبر فيتامينز اللي هي مجموعين في كمة كده الفيتامين كي ده اللي بيستعر في فيتامين في البلوت كلوتينج اللي هو تغلط الدم وده هنتكلم فيها اكتر في سوبتور السيركولاتوري فكرة الثرومبين وتجمعها وإلى آخره بقى كده عندك الفيتامين اي ده اللي هو بيكون موجود في الفيجوال بيجمينز بتاعة العين وتخدتوا الراتينا وخدتوها في النسينس أورجنز في النيرفوس في الترمي الأول ففيتامين اي مهمة جدا لبيجمينز بساعة العين وصغيات العين وإلى آخره أو يعني الفيجوال بيجمين بتاعة العين فيتامين دي ده اللي هو الكالسيوم أبزوربشن والبونفورميشن طبعا تضيي خدتوها في الاندوكرين فكرة روه مثلا إزاي ده نقدر الفيتامين دي بيتحكم هيحصل هل كمية الكالسيوم في الدم فكرة الأستيوكلاست والأستيوكلاست هل التبوزيشن بتاع الكالسيوم في العظام وإلى آخره بعد كده نيجي للجدول ده بصرا جميعا هو الجدول ده يعني هو مهم انت تعرف مثلا الفيتامينز دي وتعرف الفانكشن بتاعتها وتعرف السيمتومز لو فيه ديفشنسي أو حاجة ولكن بشكل عام يعني هو حفظه صعب جدا بصراحة فأنت ممكن من وقت للتاني انت تقعد تبص عليه مثلا مع كل مزاكرة بتزاكر بقايو تبص عليه عشان يبقى عندك صورة عنه على الانتحانات رقم واحد انت الووتر سوريبل فيتامينز يعني اللي ده تحفظه لما ديجي تزاكره احفظ كل يعني الووتر سوريبل فيتامينز احفظ ايه الفيتامينز اللي فيها والفاتر سوريبل فيتامينز احفظ ايه الفيتامينز اللي فيها الووتر سوريبل فيتامينز احفظ هي انت عندك السي ده كده اسكوربيك اسد واعرف الاسم انه هو مميز شوية واحفظ ايه القامة اللي موجودة عندك انت عندك واحد واثنين وتلاتة اربعة مفوت ومش معانا خمسة ستة سبعة تمانية مش معانا تسعة وبقى كده عشر حداشر لا او او اتناشر فانت معاك من واحد تلاتة من خمسة سبعة وتسعة و اتناشر زي بلاس سي ده كده بالنسبة بقى للفات سوريبل فيتامينز زي ما قولك هم مجموعين في كلمة كده ك اي دي اي زي ما قولنا احنا استعرضنا بالفعل يعني كده بيستعملوا في ايه وبرضو انت ممكن تبص عليهم مش هناخد نستعلك وقت في احنا نقراهم دلوقتي ولكن زي ما بقولك يعني تكنيكة انت كل شوية تقراهم ده هيخلي عندك فكرة عنهم قدامي بشكل عام برضو هنا دي معلومة مهمة شوية هو فكرة ان انت لها بتاخد ووتر سوريبل فيتامينز كتير ده مش هيأثر عليك انها هاتكسكريت في اليورين عادي انت طبيعة هتضوف في المية ومن البومانز كابسيول بقى ايه تجيت اكسكريت ببره وانت يعني كانت من حاجات الابوريتة يعني في اليورين ري ان تخطو اليورين ري فيتر من الاول كان الفيتامينز مكتوبة في بومانز كابسيول واماكينها فين وتخرج وريق ابزربت فين وإلى اخير ولكن الحاجات الفاتسويبل ده ممكن يعمل لك مش هيكل ممكن يحصل لك مثلا ايه توكسكليبل ويعمل لك مشكلة عندك فطبعا الفاتسويبل فيتامينز اللي اخذت منها اللي هي الكده ده ممكن يعمل لك مشكل نستكمل مع المينيرلز يعني بتاع المينيرلز انت تحتاجها في من واحد ميلي جرام 2500 ويعني رقم يعني اعرفه خلاص ممكن بس نعرف شوية يعني حاجات كده عن استعمالات كل مينيرل بشكل عام هنا انت عندك حاجات زي السوديوم والبوتاسيوم والكتورايد دي مهم طبعا يعني قتلتوها بحثا من الاول وادي كده عندك الايودين الايودين ده موجود في الثيرويد الثيرويد هيرمونز وبعد كده عندك كالسيوم والفوسفرز ده موجود في البون في ان هو يعمل لك بونز وإلى آخر بعد كده امامات من المينيرلز ممكن يعمل لك يعني مشاكل في الهوميوشتاتيك بالانس ويبوز الهلس وإلى آخر زي طبيعي اي حاجات انت انا متاخد منها كثير ممكن تعمل لك مشاكل في هذا وان انت نفس الكلام برضو انت نعرف معلومتين يعني كامثالة كده على الموضوع زي ان انت لو خدت بكمية كبيرة اللي هو يعني ملح الطعام حيامل لك ضغطة دم دي معلومة يعني معروفة ايه اللي هي علم المصطبة يعني انت لا تقولش ملح لو ضغطك علي الحاجة التانية اللي هو لو انت خدته بكمية كبيرة ممكن يؤثر لك على الليفر ويؤدي دمج دي شوية برضو يعني بصراحة ممكن انك تبص عليه ولكن انا ما عارفش اخفظوه ولكن في حاجة كثيرة بصراحة انت هتبقى عارفوا منه يعني انت فكرة الكالسيا بنت عارف فكرة البون الفوسفرس برضو موقود كان مكتوب في البون الكولورايد معروف مثلا فكرة اللي هو النيرف فانكشن بص عليه يعني حاول جمع منه على المتقدم نخش بقى على فكرة الديتاريو ديفشنسي احنا نتعيب وصلنا نخلص الديتاريو ديفشنسي هو بشكل عام ان الديت يعني بشكل عام هنا البادي يعني هناخد مصطلح مصطلح المالنيوتريشن وهناخد بعد كده مصطلح تاني اسمه الأندل نيوتريشن فعارف على الاول هو هافقرك تاني بهم في الصفحة acher مع الاندل نيوتريشن هو ه boy هو ان انت مثلا فيه يعني انت مثلا احنا قلنا في اسنشل نيوترين determination الاسد والاخيره. فانت في حاجة معينة انت مبتاخدهاش. مبتاخدهاش بكميات كويسة. فما بتاخدهاش انت دي بتأثر عليك. اه اه فبتالي انت يعني مثلا حاجة زي ايه? احنا اخد تلات امثلة. المثال الاول في الصورة ده. ده مسلا لما الحيوانات اه ما بتاخدش مسلا يعني بتاكل ما فيهش فوسفرس بالكمية كفاية. فبالتالي اللي ما فيهش فوسفرس فا اه اه انا مصر على النبي. ما فيهش فوسفرس. بتالجأ ليه? بتالجأ انها تلك سولت. السولت ده اللي هو بيوجود مسلا على الارضية. عشان تاخد احتياجاتها من الفوسفرس. زي ما تشوفين الصورة وحارفين بيلج السولت اللي موجود. بيلعقه حارفيا بيرحزه كده بلسانه. عشان ياخد السولت اللي هو محتاجه. بعد كتاني حاجة مع فكرة مثلا حاجة الانسان لما يشفت من البريست ملك ليه مثلا هو معرفة طعم ويأكل كله ستارش وكربوهيدريت وإلى آخره. بيقال قومهات بدأك مثلا تأكد ولدها حاجات فيها كرب وإلى يعني حسب ما انا عارف. مثلا كرب حاجات بتبقى اللي هو تفاح مسلوق مش عارف ايه. او يعني مش تفاح. بتبقى حاجات كده ايه حاجات خفيفة على الهضم وكده. ولكن ده ممكن يعمله مشاكل يعني برضو انه في ايه مراعا لنيوتريشن. اه بعد كده فكرة انه هو تالت حاجة وانيوتو عارفينها من عددية من سبب تقريبا خدتوها في سنة اولى او تانية مش متذكر. فكرة البيتا كاروتين والرز. اه بشكل عام مسلا فيه شعقوب بتعتمد اه بشكل الاساسي على اكلها على الرز. الرز كمصدر اساسي. ولكن اكل الرز ده ممكن يؤدي الى. اه ممكن يؤدي الى مثلا فيتامين اي ده فشنسي. ما يبقاش يبقى عنده بلايندنس. يعني هو الرز يعني مفيش فيتامين ايه. فبالتالي هم بياخدوش. وحسن هو معتمد بشكل اساسي على الرز في غزائه. هو خلاص هيجيده دفشنسي في الفيتامين ايه. فبينتق عن ده انه هو عمله يعني كده طبعا هو اللي انتو خدتوها بالفعلة في سنة تانية. ان هو ياخد آآ يعني فيه بيتا كاروتين اللي بيبقى فيها آآ بتبقى في الكاروت ويه بشكل عام هنا بيتتحول بتتاخد البيتا كاروتين دي بتتاخد في الجسم وتتحول لفيتامين اي. آآ اوكي. آآ انا اسف لو انا بتكلم بشكل سريع شوية. انا بس انا حاب ان زمان الفيديو هات تبقى قصويرة على قد مقدر عشان زي ما قلوكو لم يعني حتى لو احد دي مش عارف يسرع الصوت او كده فازداني يعني لو انا اتكلمت بالراحة وانت سرعته هي هيها يعني خليك بس حاول تركز معي على قد ما تقدر وان شاء الله تبقى الفيديو سهلية. نتكلم تاني حاجة فكرة هي under nutrition. آآ ده زي ما قلت لك احنا فيه مصطلحين مصطلح المال نيوتريشن مصطلح ال under nutrition. المال نيوتريشن هو مصطلح ان انت مش بتاخد آآ حاجة معينة خالص فانت عندك فيها مال نيوتريشن. انت مسلا ما بتاخدش آآ فوسفرس يعني مثلا حالة الغزال ما بتاخدش مسلا آآ في آآ الرضع وكده ما بيشفته في الفطام وكده يعني آآ ما بياخدوش مسلا بروتين او ما بياخدوش اي ان كان اللي اللي بياخدوهوش اي آآ نفس الكلام برضو في الناس اللي هي البيتا كاروتين وما بياخدوش آآ فيتامين اي وكده. انت عندك حاجة معينة بتاخد هايش هتعمل لك مشاكل. ال under nutrition بقى هو ان انت بروفايد ادكيت سورسس از او كيميكا الانرجي. ما ده ما بتاخدش كمية اكل كفاية. آآ فانت ما بتاخد هايش يعني مثلا عندك هنا آآ يعني الجسم بيبتدي ان هو يكسر في نفسه ياخد مسلا الكربوهايدريت من نفسه يوهو بده بقى يكسر الكرب بتاعته ده حرفين يعني وجهة مسال على كده الناس اللي بتخس هو بيمنع فبياخد كده حرفين under nutrition فالجسم بيبتدي يكسر الكربوهايدريت اللي عنده وبتدي يكسر الفاتو كده ويبتدي يستنزف منها الطاقة. طبعا الناس ممكن تخس ع 표 sì شكلها كويس ممكن بعد اكا الناس اللي فى ماجهات بتلاقيهم محرفين عندهم مش اي عضلات. ليه? لان بعد كده المصل المصل بي shortest and size وبتبتدي يعني تقلف حجمها ويلى اخره. عشان بيبتدي انه ياخد من البروتين اللي فيها. في بارد نفس الفكرة انت ما بتروح الجم وبتلعب aura sacer العضلات. آآ يعني يعني يجب ان يكون اكل كثير لكي لا يكون جسمك قصرتها هذا يكون اكل كثير كثير لكي تعود التكسير اللي حصل لان انت لو قصرته بس كده وما كانتش كفاية ما عملتش حاجة انت قصرت عضلاتك بس وخلاص يعني لو انت المثال ده ما فينتوش قوي ما علينا يعني خليك في المثال المجاعات بشكل اوضح ثلاث حاجة في داردو ديس اوردر يعني مهم شوية فكرة الانروكسا نيرفوزا اللي هو المثال ده ده بشكل عام بيبقى في الفيميل ده الناس بتجوع نفسها لحد اللي يعني كمبالسيف لي كده او بحض اراداتهم هم كواريكوس تصورة له ثانية واحدة ثانية واحدة نمحضرها هنا اوكي ده هنا الناس اللي هي ده مرض مينتل مرض يعني ده مرض مينتل مرض يعني هو حرفين مثلا بيقى غريبا في الفيميلز هي متخيلة نفسها ان هي اوبيز هي متخيلة نفسها كده ان هي مليانة جدا ولكن في الحقيقة هي بتجوع نفسها وبتستار في نفسها وبيحصل لها وبتجوعها فبالتالي هي ما بتاكلش فزي ما انتو شايفين فقى بتبتدين ها تفقد وزنها وتفقد اوزناها وتضعف جدا ويحصلها اوكي نخفش كده نكمل بعدا هنا عشان هنرينا نكمل هنا اوكي خلينا نعدي المعلومات دي خلينا نعدي المعلومات دي يعني عشان زمن الفيديو ما يتولش ولا يجيل انتو لو معاك وقت بصوا عليها انا ما قدرش اقيم لكم اقول لكم ده دي مش مهمة ولكن بشكل عام اه يعني بحاول اللي مملكه اكبر قدر ممكن ايه طيب بعد كده عندنا هنا اه احنا خلينا ده اه هناخده هناخده هناخد في معلومتين مهمة يعني انا هركز لكم فيه انا معلومتين هو في كل حال برضو هم مش معانا اه ولكن اه انتو قرؤوه لاخره يعني ايه للاستفادة وان انت برضو تبقى عارفين كل حاجة المعلومتين المهمين دول هو فكرة ان هو اه فيه فور ستيجز من فروسسنج ايه هم 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 الانجشن الديجشن الابزوربشن والإلمانيشن انت بتانجست الفود بتاكله الديجشن ان انت بتعمل هضم الابزوربشن هو ده طبعا احنا هنستفيد فيه وهن يعني هنتكلم عليه كلام غير طبيعي اه ازاي بيحصل ابزوربشن في الانتستن والاخره في القادم ان شاء الله والإلمانيشن عن طريق برضو يعني صورة فيسز او في صورة اه اه بعد كده خلينا نتكلم على هنتكلم على معلومات تانية هي فكرة اه هنتكلم على الفور ميكانيزم الموجودين في الشابتر ده الشابتر الاول هو الميكانيزم الاول هو فكرة او الفيلتر فيدر اه شايفين البيلن ده او يعني الحيوان ده هو حرفين بيجمع كده كمية مية ضخمة جيدة في بقه وبيعضي فلتر منها الاسماك اللي دخلت في بقه كده ويخرج المياه فحرفين هو ايه كده يعني ايه اه اه سسبنشن فيدر او فيلتر فيدر الحيوانات التانية هي 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 الحيوانات اللي مسلا ايه بتعيش في الفور بتاعها اه عارفين اللي هي مسلا الدوت الاز هي حرفين في ورقة شجر كده بتعيش عليها ولو تفتكره بتبقى عند المدرسة زمان خلص مبتدائي اللي هو لو انت مسلا لو واعت مسلا في الارضة او حاجة هتموت فلازم تكون موقودة على 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 الليف بتاعها وهي مسلا بتمشي على الليف بتاعها وتسيب الفيسز وراها كده ولما تأكلها اه كده خلاص يعني هي هتفضل عيشة على على دوت الاز يعني الفلاود فيدرز اللي هي حشرات اللي ممكن مسلا تاخد اه اه فلاود من الهوست بتاعها وتشربه وخلاص كده والبالك فيدرز هي الحيوانات اللي هي بتاكل بلك الهيومن هو بلك فيدر اعتقد معلومة مهمة يعني اهم معلومة في الشابتر ان الهيومن هو بلك فيدر هو اللي بياكل حاجة بلك كده كده دارج بيس وفود وينجست وإلى آخره بكده يعني ما لو ودي ايه ايه ممكن تبقرأوه انتو بكده احنا خلصنا السكشنين لا ونيم ده اه ده كده خلصنا الفيديو الاول هنبتدي في السكشن اللي بعده نحن نتكلم على اه في الفيديو اللي جاي عن السكشن القادم اللي هو سكشن ثلاثة وهو ان شاء الله سكشن سهل بعد كده هنتكلم اه بعدك عن سكشن اه خمسة على طاقة سكشن الربعة هم فوتو وانتو اقرأوه اه وربنا سهل ان شاء الله يعني نحاول نلم الموضوع كله في ساعة اه و ايه ربنا يكرمكم ان شاء الله ويعني اي فيدباك في التعليقات اتمنى واتمنى لو في اي معلومة انا قلتها خاطئة اي معلومة انا نستها اي معلومة انا سهيت فيها تتغضوا عن ده ويعني تدعولي بالتوفيق والا وكرم ربنا و اه وشكرا جزيلا لك